وعندنا توقف دولي عندنا توقف دولي عندنا مباريات لمنتخب مصر عندنا يعني تصفيات الصعود لكأس العالم اللي كلنا آملين وقادرين اننا نكون متواجدين في النسخة المقبلة خاصة وان انت في مجموعة في المتناول بشكل كبير جدا عدد الفرق اللي صعدة من افريقيا اعتقد يعني هيبقى شكلنا سخيف جدا جدا لو لا قدر الله لم يحالفنا النجاح والتوفيق في الصعود اعتقد صعود بنسبة كبيرة 99% ان شاء الله بدون مقاطعة هنكون في كأس العالم القادمة كلنا ثقة فيه رجال منتخب مصر بالتحفزات بالسلم انت بصيت لأول لما انت صعود صعود 1% ده التشام تعرضة غاني اما اما انت فاهم لازم نبقى سايبين الباب موارد هنا لازم توارف الباب فطبعا كل التوفيق لمنتخب مصر بكيوضة طبعا روي فيتوريا اللي اعلن عن القائمة قبل ما ندخل في موضوعات وتصرحات روي فيتوريا يعني محتاجين نستعرض قائمة المنتخب المصر اللي بتضم صباعي من النادي الآلي في حراسة المرمى محمد الشناوي ومحمد صبحي واحمد الشناوي في خط الدفاع محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم واحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي واحمد فتوح في خط الوسط طرق حامد مروان عطية محمد النني امام عشور احمد سيد زيزو محمود حمادة وحمدي فتحي خط الهجوم محمد صلاح مصطفى فتحي مصطفى محمد محمد شريف ترزي جيه وعمر مرموش وحسين الشحات سبع لاعبين من النادي الآلي تم اختيارهم لمنتخب مصر الشناوي وهاني وربيعة ومنعم ومروان عطية وامام عشور وحسين الشحات يمكن البعض تفاجأ من استبعاد كهرباء والحقيقة بالتأكيد استبعاد كهرباء بيطرح علامات استفهام خاصة ان اللعب هو هداف النادي الآلي في بطولة الدوري الافريقي وقصة ان هو موقوف في الدوري هو يعني لحد بعيد مجردات الدوري اللي كانت لعب مبراطين فقط لغير ولكن في النهاية احنا مع رأي المدير الفني اكيد زعلنين ان مقاربة مش في المنتخب وهو اضافة بالتأكيد ولكن في النهاية المدير الفني المسؤول الاول وهو اللي بيحاسب على النتائج واحنا هنا دائما وابدنا فارس بنقول حتى لو عندنا تحفظ على اختيار دي مسؤولية مدير الفني ده شغل طبعا واحنا يا جماعة عندنا دايما احترام لمدير الفني المنتخب ورؤيته يمكن النادي الآلي بيمثل سبع لعبين في منتخب مصر واعتقد ده العدد الاكبر بخلاف اربع لعبين اصلا سواء كان من ناشئين النادي الآلي او لعبوا للنادي الآلي زي ترزيجي وزي حمدي فتحي وايضا زي مين تاني موجود معنا انني بس يعني ما لعبش فاقي اولي انني لعب انت عندك كمان محمد حمدي ومحمد حمدي لعب برامل فانت طبعا عندك ده ده ليه بقوله لان ده يا جماعة رصيد المنتخبات وشخصية اللاعب اللي انت بتصنعه ليكون مؤهل ان هو محمد شريف المنتخبات ومحمد شريف انني هو اللي انت قلتو كمان فعل انني ايضا من ناشئين النادي الآلي ولكن ده يا جماعة عايزين نقول ان النادي الآلي طول الوقت عشان بنرجع نتكلم فقرات كتير جدا عن دور النادي الآلي مع المنتخبات الوطنية نتمنى للمنتخب كل التوفيق اعتقد يعني مهمة المنتخب تتعلق بحاجة اساسية وهي ان انت جات لك الفرصة جات لك الفرصة وما تخليش ده طموحك ولا دي مرحلتك مرحلتك اللي بعد كده لما تتواجد في كاس العالم ان شاء الله تحقق ايو